الآن عودة لملف استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق ينضم إلينا من طهران محمد الصراف الكاتب الصحفي محمد بداية المعلومات والمواقف الرسمية الإيرانية حتى الآن بشأن استهداف القنصلية في دمشق أبرز المواقف كما جاءت على شاشة الغد بكل دقة هو كان موقف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حيث قال من أن هذا الاستهداف وهذا العدوان الإسرائيلي كان تجاوزا صارخا لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية وهو ذكر بالذات معاهدة 1961 المعاهدة الدبلوماسية التي تحضر استهداف أي مبنى للسفارات للبلدان في العالم وهذا الانتهاك الصارخ يفيد من أن نتنياهو حسب كلام وزير الخارجية الإيراني فقد عقله وصوابه بهذا الاستهداف هو نوع من التطور الجنوني تعتبره طهران حتى الآن وأيضا بالعودة إلى ما قاله السفير الإيراني في سوريا حسين أكبر الذي كان متواجدا في مبنى السفارة الإيرانية ساعتها ساعة الاستهداف وهو النجا من هذا الاستهداف قال من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت والكيان الإسرائيلي يدرك بكل وضوح من أن إيران لم تترك أي اعتداء إسرائيلي دون رد والرد على هذا العدوان وهذه الجريمة حسب السفير الإيراني هو سيكون رد حازم وصادم بالنسبة للكيان الاحتلال الإسرائيلي هناك تطورات أكثر خطورة من استهداف القياد البارز في فيلق القدس الإيراني محمد رضا زاهدي الذي يعتبر من القيادات العليا في حرس الثورة الإسلامية والذي كان شغل مناصب مهمة منها قيادة القوات البرية لحرس الثورة الإيراني وأيضا قيادة القوات الجوية لحرس الثورة وأيضا كان نائب رئيس عمليات حرس الثورة لسنوات وهو كان يملك منصب رفيع في فيلق القدس الإيراني عندما تم استهدافه اليوم في دمشق وهذا ينذر من أن ربما قواعد اللعبة وتوازن الردع ربما هو الآن نشاهد نوع من الخلل فيه وبالتالي سوف إيران ترد لإعادة هذا التوازن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت مرارا من أنها لا تريد إشعال الحرب الشاملة في المنطقة لكن بالتأكيد ترك هكذا تجاوز إسرائيلي من استهداف جزء من الأراضي الإيرانية حيث السفارة الإيرانية حسب جميع المواثيق الدولية تعتبر جزء من الأراضي الإيرانية لكن هنا في هذه النقطة نوعا ما محمد ربما يعود تأمينها على مسؤولية البلد المضيف يعني تأمين السفارات والقصليات والمراكز التابعة للدول يعني هناك فربما يكون عاطق التأمين هنا وفقا للمواثيق يعود على سوريا منذ 13 عاما هناك حرب على سوريا وسوريا هي تعاني من ظروف قاسية جدا وبالتأكيد النقطة التي تطرقت إليها هي في غاية الصحة لكن الآن نحن نشاهد منذ سنوات الإسرائيليين يمارسون جميع استهدافاتهم على المصالح الإيرانية والسورية بحجة أنها تكافح محور المقاومة في سوريا والتي تعتبر سوريا حلقة الوصل الأبرز والأهم بالنسبة لهذا المحور حسب السلطات الإيرانية وحسب القيادات في محور المقاومة بالتالي نحن نشاهد أن سوريا لم يكن بإمكانها لحد الآن الردع هذه الاستهدافات وهذه المجازر الإسرائيلية ونحن كنا قبل ستة أيام فقط من استهداف أيضا مقر للقوات السورية التي كانت تتواجد فيه مستشارين إيرانيين شكرا جزيلا محمد السراف الكاتب الصحفي كنت معنا من تهران